السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياربكم بخير وسعادة دايما اهلا بكل مواتبعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب كل عامو انتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك وتخبى اللهم انه ومنكم صالح الاعمال احب انوه في الفيديو ده او ارد على سؤال جالي في التعليقات وهو ان انا عايز اسيب القناة فترة وبعد كده ابدأ ارفع عليها فيديوهات يعني عندي مناسبة معينة مشغول في اي شيء يعني خلاني ان انا اترك القناة فترة بدون ما ارفع فيديوهات هل ده عادي ولا في مشكلة بالنسبة للقناة احب اقولك ان من اكتر الاشياء اللي ممكن توقع القناة اكتر ما هيوقع اساسا يعني احنا الايام دي كل فيديوهاتنا او معظم القنوات مشاهداتها واقعة الحاجة كمان اللي هي بتوقحها اكتر هو موضوع عدم الانتظام في رفع الفيديوهات اليوتيوب او خوارزميات اليوتيوب ملهاش دعوة ان انت عندك مناسبة عندك مشكلة عندك ايه لازم ان انت تستمر في رفع الفيديوهات حتى لو انت عندك اي مشكلة في حياتك اليوتيوب مقولش دعوة انت بترفع في الاسبوع مثلا ثلاث فيديوهات او فيديوهين او كذا فلازم ان انت تلتزم برفع الفيديوهات دايما سواء ان انت قناتك مفاعلة او قناتك ليست مفاعلة من احسن الحاجات اللي انت ممكن تعملها ان انت تجهز مجموعة فيديوهات خمس فيديوهات عشر فيديوهات عدد معين من الفيديوهات وتمنتجهم وتخليهم جاهزين وترفحهم على قناتك غير مدرج دول تخليهم لاي حاجة تحصل لك وبالتالي تقدر تحول منهم علني في اي وقت يعني ارفع عندك على قناتك مجموعة فيديوهات تكفيك لمدة شهر شوف انت بترفع عديف الاسبوع يبقى انت عندك كده مجموعة فيديوهات مرفوعة على القناة لمدة شهر غير مدرج ابدأ ان انت ادخل وتحول منها عالني في اي وقت انت عايزه علشان تستمر في رفع الفيديوهات لو حصل عندك اي مناسبة او اي شيء يخليك ان انت ما بترفعش فيديوهات على القناة لان الامر ما يستغلاش اي واحد مننا اكيد ممكن يحصل له ظروف هو بالتالي لازم ان احنا يا جماعة نلتزم برافع الفيديوهات في فيديو هسيبولك في وصف الفيديو ده وفي التعليق المثبت كم فيديو ارفحهم في الاسبوع لكل القنوات يعني كم فيديو مناسب لي ان انا ارفحهم في الاسبوع لقناتي وعلى فكرة انا بكلماكش كلام نظري ده عن تجارب ناس كتير جدا تركوا قناتهم فترة شهر واحد بس والقناة وقعت وبعد كده لما تيجي تشتغل عليها تاني بيكون الامر صعب جدا يعالم انها تطلح تاني ولا لا وبالتالي لازم تلتزم برافع الفيديوهات وهقولك على حاجة كمان تانية في ناس تركوا قناتهم فترة كبيرة شهور وممكن سنة ورجعوا يشتغلوا على قناتهم قناتهم في الفترة اللي توقفوا فيها كبرت عن الفترة اللي هم كانوا شغالين فيها يعني القناة بدأت تطلع اكتر وجالهم مشتركين اكتر والقناة ظهرت في محرك البحث اكتر وكانوا متوقفين ما يقرم من ست شهور او سنة ولكن دي حالات نادرة احنا بنتكلم في الوضع المعتاد ان انت لازم ان انت تلتزم برافع الفيديوهات على قناتك وقولك على شيء كمان لو انت قناتك مفعلة وتركت القناة لمدة ست شهور الارباح بتتوقف على قناتك وبالتالي يا جماعة سواء قناتك مفعلة او غير مفعلة التزم برافع الفيديوهات ايا كان قناتك بتجيب مشاهدات ولا لا دي حاجة خارجة عن ارادتك طالما ان انت بتخدم على الفيديو كويس بتعمل سيو كويس بتعمل فيديو مفيد مفيد للناس بتطبق كل حاجة بتبزي القصارة جهدك في ان انت تعمل وتنتج فيديو كويس وترفع على قناتك الفيديو يجيب مشاهدات ما يجيبش المشاهدات دي مش مشكلتك انت ربنا بقى عايز كده لازم ان انت تقدم الافضل ولكن النتيجة دي بتتركها لربنا ربنا ما بضيحش اجر حد اجيدي اكيد يعني انوه عن حاجة مهمة انا حاليا دلوقتي بجهز فيديو الفيديو ده ممكن يترفع بكرة على القناة الفيديو ده عمل وربطه مع القناة وتقديم القناة للمراجعة لازم تشوف الفيديو ده سواء ان انت قناتك حققت الشروط ولا لسه لازم تفهم الفيديو ده وتبدأ ان انت تشتغل عليه وتاخد الرابط وتخليه معاك لان انت لازم هتحتاجه وانت بتفعل قناتك الفيديو ده هيترفع ممكن بكرة على القناة لو انت بتشوف الفيديو ده حاليا عرفت خلاص ان الفيديو هرفعه بكرة لو انت بتشوفه بعد فترة هيكون الفيديو ده موجود في وصف هذا الفيديو بعد ما يكون جاهز وفي التعليق المثبت اتمنى لكم التفق والسعادة جميعا تحياتي ليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته